اشتركوا في القناة ويوجد المبذولة من قبل محافظة جرش وبلديتها للمساهمة مع إدارة المهرجان والعمل يدا بيد لإنجاح هذه التظاهرة السنوية مهرجان جرش للأمانة يعتبر رافعة تنموية ويشكل حالة من حالات الحراك الاقتصادي خلال هذه الفترة لذلك أصبح مهرجان جرش ميزة وشهر مميز في إدارة المدينة الأثرية لما يحققه من مكتسبات وحراك اجتماعي اقتصادي وطني اقليمي عالمي من خلال الفرق الدولي اللي بتشارك احنا بلدية جرش طبعا كل سنة منشارك في مهرجان جرش بخيمة بلدية منقدم فيها جميع الخدمات من استقبال ضيوف عنا احنا كادر عمال خدمات العمال الوطن دائما احنا متواجدين هون العمال عنا كادر قسم الصحة احنا مراقبين تمام كل الشغل احنا عنا هون من طرف بلدية جرش بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش وبالرجوع لفعاليات المهرجان فقد عقد مجلس شعري في مسرح الساحة الرئيسية للتأكيد من قبل إدارة المهرجان على الثقافة والمثقفين حيث خصصت ثلاثة أيام لإبراز المواهب الشعرية من مختلف محافظات المملكة والقبلة الأولى يراودها العتب ويدايا من ورد تداعب خدها والخد مضرور بحفاة العنب والرقبة الملساء نهر ضائع من دجلة جاء فخر من التعب أسطورة في حسنها وجمالها لا وقت عندي للخواتم واللعب لا وقت عندي كي أعيد حقيدتي أو أن أعيد المجد من العرب يكفيني أني قد ملقت جنانها والجنة الخطراء فيها والرقبة نحن سعداء جدا في هذه المشاركة الطيبة في هذه الأمسية الشعرية والتي هي تبين أحساس الشاعر وتعطي ما في وجدانه عن الإحساس الذي يعيشه وتناول موضعات متنوعة في حب الوطن وفي حب القدس وفي أهمية القدس وأيضا حتى في الحياة اليومية التي نعيشها في رسم ونشر ثقافة الحب ما بين الناس المهرجان في كل سنة رائعة والسنة رائعة أيضا ونتمنى دائما الحضور لكافة أبنائنا وكافة الشعب حتى يرى ويسمع وهذه الحضارة أنا ذكرتها في أكثر من مرة في جوردان عرب في محطات تلفزيونية كثيرة لأنه يجب أن نعمر بلدنا ونصدع من بلدنا شيء وهذا المهرجان ما يصدع في هذا شيء وفي المسرح الجنوبي كانت القنوات الفضائية تتسابق لنقل حفل الفنان راغب علامة إلا أننا فوجئنا بإلغاء التغطية التلفزيونية بطلب منه من مدينة جرش الأثرية أسان عبنان قناة الرشيد الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر